اشتركوا في القناة اقتراح وضع نظام سير بديل عن الإشارات الضوئية للشوارع والتقاطعات الرئيسية المزدحمة لرفعه كتوصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة المقترح من جميع الجوانب ذات العلاقة ومدى فعالية تطبيقه على أرض الواقع هذه المقترح طبعا احنا درسنا وقدمناه في المجلس البلدي الشمالي المقترح هذا هو نظام سلس ذو حركة حرة يتميز بعدم وقوف السيارات عند الإشارات الضوئية يعني هي تقاطعات بالأحرى بدون إشارات ضوئية فوائد هذه التقاطعات بدون إشارات ضوئية انه ما يسبب اختناقات مرورية ويقلل الضوضاء والتلوث البيئي بالإضافة إلى يعني يمنع حدوث اللي هي الحوادث خصوصا الحوادث عادة تصير عند الإشارات الضوئية بوقوف السيارات الوقوف المفاجئة وإلى آخرة وحول الشكاوى الواردة من أهالي المناطق السكنية فيما يتعلق بالضوضاء التي تسببها أعمال الصيانة في ذات المناطق اقترح أعضاء المجلس أن يكون هناك موعد محدد لأعمال الإنشاء والصيانة نحن نطالب بعمل وقت زمني محدد لعمل المقاولين والصيانة في نفس الوقت خاصة في الأماكن السكنية وفي إطار فيصلة اقترح أعضاء مجلس بلدي الشمالية أن تكون هناك آلية واضحة فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العشوائية للحد من الآثار البيئية الناتجة منها نتيجة عدم المحافظة على نظفة المواقع والتي تحدث مخاطر بيئية في بعض الشوارع ايمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين